اشتركوا في القناة سعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 3.1% إلى 2.85% بالإضافة إلى ذلك تم تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الأقراض من 4.50% إلى 4.25% أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين عن بيعها لحصة في مجموعة جيمز للتعليم أكبر مزود في العالم لخدمات التعليم الخاص من المرحلة أو الروضة وحتى الصف الثاني عشر وتشكل الصفقة تخارجا ناجحا لإتلاف شركة فجر كابيتل المحدودة بلاكستون وشركة ممتلكات والذي استحوذ على حصة مؤثرة في جيمز للتعليم في عام 2014 وقال الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات محمود الكوهجي أنه منذ عام 2014 استثمرت المجموعة أكثر من 1 مليار دولار في تعزيز وتوسيع نطاق عروضها لإضافة إلى الاستثمار في 14 مدرسة في المملكة العربية السعودية وأربعة مدارس في مصر من خلال مشاريع مشتركة نتابع الآن سعار صرف الدنار البحريني مقبل العملات الخليجية والعالمية نتابع النشرة مشاهدين مع إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا الأسبوع البداية مع بورصتنا المحلية حيث أقفل مؤشر البحرين العام باللون الأخضر عند مستوى 1549 نقطة وذلك بارتفاع قدره 1.2% وذلك عاد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 3 ملايين وستمائة وخمسة ألاف سهم بسيولة إجمالية قدرها 959 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 110 صفقات وقد تركز نشاط المستثمرين في التدولة اليوم على سم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى غلاقات باقي البورصات الخليجية فقد شهدت تباين في الأقفال مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية بنحو كبير مع تعرض البورصات لعمليات جني الأرباح نبدأ القراءة مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بتراجع بنسبة 0.76% بإقفال عند مستوى 8666 نقطة بورصة الكويت أقفلت بارتفاع بنسبة 0.16% بإقفال عند مستوى 6126 نقطة أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد تراجعت بنسبة 1.65% وأقفلت عند مستوى 5230 نقطة سوق دبي المالي أقفلت بتراجع أيضا بنسبة 0.62% بإقفال عند مستوى 2900 نقطة أما سوق العاصمة العمانية مسقط فقد أقفلت بارتفاع بنسبة 0.43% بإقفال عند مستوى 3776 نقطة عكست نتائج تقرير أداء الميزانية العامة للسعودية للربع الثاني من العام الجاري 2019 تحسنا ماليا خلال النصف الأول من هذا العام بما يسهم في تحقيق النتائج المستهدفة للعام الحالي وبحسب التقرير الذي أعلن عنه وزير المالية السعودي محمد الجدعان فإن عجز الميزانية خلال النصف الأول من عام 2019 بلغ نحو 5.7 مليارات ريال حيث ارتفع إجمالي الإرادات بنسبة 15% بينما ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 6% وأوضح وزير المالية السعودي أن نتائج النصف الأول من العام تؤكد فاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة وتشمل تنويع مصادر الإرادات الحكومية قالت وزارة النفط والغاز العمانية إنها وقعت اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية وبيبي عمان بخصوص التنقيب عن الغاز في منطقة الامتياز رقم 77 وذكرت الوزارة أن الاتفاقية تشمل تنفيذ المسوحات الزلزالية وإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر عدد من الآبار الاستكشافية معبرة عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى اكتشاف حقول بترولية جديدة نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل عملاق الصناعة الصينية هواوي تحاقق نموا في الإرادات خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 23% أقرت الحكومة الإيرانية الخاضعة لعقوبات قاسية خطة لحف الأصفار من عملتها واستبدال الريال الحالي بالتومان وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن الحكومة أقرت مشروع قانون لحف أربعة أصفار من العملة وسيكون التومان العملة الوطنية فيما توصل قيمة الريال الإيراني التدهور منذ العام الماضي وقبل ثلاثة أعوام كان الدولار الأمريكي يساوي 37 ألف ريال إيراني لكن العملة الإيرانية تدهورت بشكل كبير العام الماضي يصبح الدولار الواحد يساوي 180 ألف ريال إيراني قرر بنكو الاحتياطي الفدرالي خفض معدل الفائدة الأمريكي لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية مع تزايد مخاطر عدم اليقين الخارجية على الاقتصاد الأكبر في العالم وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان السياسة النقدية الصادر إنه قرر خفض معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى مستوى يتراوح بين 2% إلى 2.25% ووافق ثمانية أعضاء في مجلس الاحتياطي الفدرالي على خفض الفائدة في حين عرض عضواني القرار مفضلين تثبيت الفائدة دون تغيير وأشار الفدرالي إلى أن السوق لا يزال قويا كما ارتفع النشاط الأقتصادي بوتيرة معتدلة فيما ظل معدل البطلة منخفضا ونتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية وإلى الخبر الأخير حيث قفزت إرادات شركة هواوي الصينية بأكثر من 23% في النصف الأول من العام الجاري وذلك على الرغم من الرياح المعاكسة التي تعرضت لها من جانب الولايات المتحدة وأظهرت نتائج أعمال شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية أنها سجلت زيادة في أصاف الأرباح في الفترة من يناير وحتى يونيو من نحو 8.7% وحققت هواوي زيادة في الإرادات من نحو 23.2% في أول ستة أشر من العام الجاري محققة 400 مليار يوان تقريبا وأكدت الشركة الصينية أنه حتى الآن تمكنت من تأمين خمسين عقد تجاري متعلق بتكنولوجيا الفايف جي كما أنه شحنت أو أنها شحنت ما يزيد عن 1500 محطة رئيسية حول العالم